اشتركوا في القناة نحن عادة نرجو رحمة الله عز وجل وهذا أمر حسن ولا شك فيه أن رحمة الله قريب من المحسنين ولكن تأملوا في القرآن الكريم كيف ينظر إلى رحمة الله عز وجل هؤلاء يرجون رحمة الله عز وجل بعد مرحلتين الآية في سورة الزمر أمن هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذن هناك قنوت آناء الليل ساجدا وقائما وثم حذر الآخرة ثم رجاء رحمة الله عز وجل حديثنا في هذه الفترة القصيرة حول قيام الليل يبدو أن قيام الليل إخواني الذي لا يريد الدرجات العليا هذا إنسان نعم قنوع وإن كانت القناعة في أمر الآخرة أمر مذمون الإنسان المؤمن له طمع في الدرجات العليا الدنيا الذي يعيش في كوخ أو الذي يعيش في قاصر أيام قلائل وتنتهي ولكن من يريد أن يعيش أبد الآبدين هذا الإنسان لابد أن يكون له طمع أن يكون في درجة الأنبياء والمرسلين وحسن أولئك ماذا رفيق أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ممكن يكون الإنسان يوم القيامة في درجة الأنبياء لا في قصورهم ولكن في درجتهم ويا له فوز عظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الطريق إلى التميز بكلمة وسيطة أداء الواجبات وترك المحرمات وإتقان خصوص الصلوات وفي أول الوقت بعد هذا قيام الليل الكمال كل الكمال بل التميز كل التميز في هذا الأمر أداء الواجبات ترك المحرمات المراقبة المتصلة الصلاة في أود الوقت التوجه في الصلاة وخصوص قيام الليل بعد هذه المقدمة ننظر إلى النصوص الشريفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر مزي من مزايا قيام الليل طبعا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولكن في الروايات إشارات لبعض المزايا نحن قلنا فيها حاديث مختلفة أنه والإنسان إذا شك في الحلال والحرام الأمر سهل يراجع الرسال العملية يراجع الأحكام يعلم هذا حرام وهذا حلال المشكلة في القضايا الحياتية في تشخيص الموضوعات متى يرضى متى يغضب متى يعطي متى يمنع متى يقدم متى يحجم الأمور مباحة الآن ماذا يعمل طريقان كلاهما مستحبان كلاهما مباحان يذهب للعمرة أنفع لحاله أو مثلا يزور المشاهد هذا مستحب وهذا مستحب لا يعلم أين هو الأصلح هذا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى نور يشخص به الأشياء طريق إلى هذا النور الطريق إلى هذا النور هو ماذا صلاة الليل إن العبد رواية عن النبي صلى الله عليه وآله إن العبد إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم كل الصلاوات خلوة مع الله عز وجل ولكن في صلاة الليل خلوة محسوسة أولا ظلام الليل واقعا هذه نعمة الكهرباء بعض الوقات نقمة الإنسان في القرى عندما يذهب هذه الأيام قرى نائية يعلم ما هو الليل عندما يقوم الليل ويقول إلهي هدأت الحركات وسكنت الأصوات واقعا يستشعر هذا المعنى بينما نحن قلبنا النهار إلى ليل قلبنا عفونا الليل إلى نهار أيضا المهم جوف الليل هدوء الليل الناس كلهم نيام يتخلى بسيده خلوة مع الله عز وجل طبعا تخلى وناجاه أيضا مناجات وعلى فكرة بعض الناس يصلي صلاة الليل من دون مناجات يصلي وكيعا ثم ينام أيضا هذا قد لا يعطي الثمر الكامل مناجات ولو دقائق في صلاة الليل أو بعد صلاة الليل جزاؤه ماذا أثبت الله النور في قلبه قال النور قد يأتي ويذهب بعض الناس يقول أنا في المشاهد قلبي مستنير هذا النور عندما ترجع الوطن يؤخذ ولكن النور الثابت من أين يأتي من صلاة الليل لأن العمر أيام الحج أيام الزيار أيام ولكن صلاة الليل في كل ليل أنت على موعد مع رب العالمين بعض لو قاتل الإنسان في صلاة الليل يغلب عليه النعاس العلماء يقولون خصوص صلاة الليل والله العالم البعض يقول أنا لا أخشع في صلاة الليل أقوم وأنا لا أفهم ماذا أقول نفس قيام الليل ومغالبة النوم فيه بركة فيه مزية العبد يصلي وحده فسجد ونام وهو ساجد الحديث قدسي مذكور في المحار يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي الخطاب أبو روحه عندي وجسده ساجد لي الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ماذا في منامها في النوم رب العالمين يتوفى الأنفس جسمه ساجد ولكن ماذا روحه عندي هني أندها كذا إنسان المهم في رواية أخرى أيضا حديث قدسي يبدو في العرش تجري حواريات نحن لا نعلمها في الرواية أيضا هناك خطاب لله عز وجل للملائكة وانظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام في ساعة السحرة أنا قلت هذا المعنى سابقا أقل منسوب للمعاصي ساعة السحر قبل السحر الناس في طرر بعض الناس مع طلوع الشمس أيضا قد تبدأ بعض المحرمات بعض المكاسب المحرمة ساعة السحر الناس تقريبا كلهم نيام حتى المرضى في المستشفيات ظاهرة غريبة المريض يئن حتى في البيوت قبل الأذان بساعة ساعتين حتى المريض يضم ينام يهدأ مرضه قلم الإنسان يئن حتى الصباح غريب هذه ساعة الغفلة المرضى نائمون البطالون نائمون المغنون نائمون ولكن هؤلاء نعم يقفون بين يدي الله عز وجل ودموعهم سائلة من خشيده من خشيته اشهدوا أني غفرت له اشهدوا أني غفرت له والله العالم معناه معنى وسيع شامل مو يعني غفرت له ذنب البارحة لعل والله العالم يعني مسحت ذنوبه لا يستبعد في قيام ليل بتوجه تغفر لك الذنوب ماذا كلها ايضا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اتفاق هذا المعنى ايضا قد يوافق عليه الاطباء طبعا نحن لا يهمنا موافقة الاطباء بعد الروايات والنصوص يقال ان هذا القيام في ساعة السحر من موجبات صحة الانسان استنشاق الهواء النقي انتم تعرفون الهواء منوث انقى الهواء الصبح اذا تنفس علي عليه السلام وهو صاحب قيام الليل يقول قيام الليل مصحة للبدل او مصحة للبدل ان من يريد السلام ايضا فليلازم صلاة الليل الامام الصادق عليه السلام يقول مطردة الدائعا او مطردة الدائعا اجسامكم نفس المضمون من امام الصادق عليه السلام صلاة الليل تطيب الليل عبارة قصيرة وجميلة الا يقول البعض طابت ليلتكم هذه طابت ليلتكم بصلاة الليل صلاة الليل تطيب الليل صلاة الليل تجلب الرزق صلاة الليل تبيض الوجوه رواية اخيرة واعتقد انها كافية للحث امام الرضا عليه السلام يقول سئل علي ابن الحسين امتنا يتعمدون نقل الروايات عن ابائهم الان النبي فما دونه لانهم خط واحد سئل امام زين العابدين عليه السلام ما بانوا المتهجدين بالليل من احسن الناس وجهن انا بعض الاوقات ارى وجوف شبابية بحسب الموازين موازين الجمال جميلة يعني تناسق في الانف والعين وغير ولكن تشمئز من النظر اليه تعرف هذا انسان عاصي بعض الاوقات الجمال مقدمة للعصيان في النساء والرجال ترى وجه كافر جميل ولكن تتقزز منه وترى مؤمن قد يكون تقلب عليه السمرة مثلا ولكن تحب ان تنظر الى وجهه طبعا هذا المعدى عند اهله هؤلاء من احسن الناس وجها لماذا سؤيد الامام السجاد عليه السلام الامام قال لانهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره هذا النور ما جاء جزافا هذا نور نين طبعا في الدنيا هذا النور قد لا يعلم قدره ليس من المهم ليكون هذا النور مخفيا متى يعلم قدر هذا النور متى عندما يتجري نعم يسعى نورهم بين ايديهم هذا النور كيف رأيتم جهاز الشحن يشحن الكهرباء في النهار فاذا جاء الليل فتحت الاضاءة كذا بعض الاجهزة المؤمن في الدنيا يشحن بطاريته يوم القيامة في الظلمات واذا بهذا النور ينير له الطريق وهو احوج ما يكون الى النور فرق هذا اخر كلمة فرق بين انسان في القيامة وهو اعمى ولا نور لا يتخبط رب رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا الجواب ماذا اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى المؤمن بصير وله نور يقوده الى الجنة اللهم هب لنا من نورك ما نستدل به على رضاك اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عينا ابدا والفاتحة مع الصلاة اشتركوا في القناة